في انتظار طبعا عرض يطمن فرقتنا ويطمن جمهورنا على المشوار اللي جاي ناني زي ما قلت الحقيقة مشوار الاهلي في البطولات اللي يتوقف مش معنى انتهاء بطولة الدوري بعد مباراة اسوان انه في راح طبعا كان الله في عون اللاعبين اللي التالت موسم على التوالي داخلين في سباق في منتقى صعوبة الحقيقة عشان يحققوا ألقاب جديدة النادي الاهلي الشهر اللي جاي لوحده عندك بطولتين مهمين جدا عندك سوبر مصري عندك كاس مصر وان كان طبعا الموعيد لسه حتى اللحظة بالنسبة لنا مش مؤكدة الوحيد مؤكد هو سوبر افريقيا ان شاء الله حتى اللحظة حسب محدة اتحاد الافريقي المباراة اللي هتجمع بين الاهلي وبين رجع كازابلانكا يوم 24 تسعة في سوبر افريقيا فبالتالي يعني اللعيبة طبعا محتاجة تحافظ على فورمتها الجهاز الفني محتاج يحضر للمرحلة اللي جاية وبالتالي يجب استغلال اه طبعا هنفس حتى النفس الاخير حتى صفارة النهاية مباراة اسوان لعبت الاهلي بالتأكيد بتلعب على البطولة ومحدش عارف كل شيء وارد في كرة القدم زي ما شرحت لحضراتكم مباراة ودتكم امثلة انه اسمها السحرة المستديرة ولولا مفاجآتها ما كانتش يعني الرياضة الاكتر في على مستوى العالم اللي فيها مفاجآت غير متوقعة وملهاش حسابات وملهاش كل نتائجها ممكن تبقى خارج التوقعات ما فيهاش كبير ومفاجآت صغير هيا رياضة كرة القدم وده واحد من اهم اسباب شهرتها ونجاحها وانها رياضة الشعبية الاولى على مستوى العالم